كل الرواية أنا جئت بها كي أصل إلى هذه العبارة ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب يبهرج ماذا تعني؟ يبهرج أنه يبيح دمائه تلاحظون الرقم كم هو هذا بعد كل هذه التفاصيل يعود إلى الكوفة ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب هذه القبائل إن لم تكن شعية أكثرها شعية حديث عن الكوفة ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون دارة ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب والقبائل الشعية هي مختلطة بالقبائل غير الشعية قطعا في هذه القبائل قبائل الشعية هناك رواية يريدها الشيخ الطوسي عن موسى الأببار عن إمامنا الصادق اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لا يخرج مع القائم منهم واحد الرواية بحاجة أيضا إلى شرح ولكن الرواية مضمونها المجمل يتفق مع مضمون هذه الرواية التي قرأتها عليكم أنه بعد أن يعود إلى الكوفة يبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب يبهرج يبيح دماؤهم لماذا؟ لأنهم مرتدون قبائل مرتدة كيف ارتدت هذه القبائل؟ باتباعها لفقهاء السوء لأن هذه القبائل أهواؤها ومذاقها مع المذاق السفياني كيف صار ذلك؟ هذه قصة طويلة مر الحديث عن بعض جهاتها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل السبب أين؟ السبب في أماكن السكن السبب في نوع الطعام في نوع الشراب في وسائل النقل في وسائل الإعلام أبدا السبب في المنهجية الفكرية السبب في الثقافة المستدبرة السبب في هذا الفكر الناصبي الذي أدخله علماء الشيعة بقصد ومن دون قصد بحسن نية بسوء نية بأي نية كانت أدخل الفكر الناصبي في المؤسسة الدينية في الحوزة العلمية في المنبر الحسيني في الساحة الثقافية والعلمية والدينية الشيعية ولذلك هذا هو الذي سيقود المؤسسة الدينية أن تقف في وجه الإمام الحج وسيجعل الشيعة عموما لأنهم يتبعون المؤسسة الدينية سيجعل الشيعة والقبائل الشيعية في مواجهة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وما ذلك بغريب ماذا لقي أمير المؤمنين من القبائل العربية في العراق ماذا لقي إمامنا الحسن كيف تصرفوا مع مسلم بن عقيل عاشوا وما أدراك ما عاشوا ألم تختصم القبائل في مسيرها إلى الكوفة بعد أن داست صدر الحسين بحوافر الخيول اختصموا على تقسيم الرؤوس حتى ورد في كتب السير أن عمر بن سعد أمر بقطع رأس الرضيع لأجل إسكات بعض القبائل التي طمعت في عدد أكبر من الرؤوس هذه القبائل وهي القبائل وهذا الواقع هو الواقع وهذه الجذور هي الجذور ألم يقل شبث بن ربعي وهذا الكلام هم ينقلونه هذا موجود في تاريخ الطبري وفي غير تاريخ الطبري شبث بن ربعي أتعلمون كم كان عمره في يوم عاشراء على أقل الروايات بحسب تتبعي في كتب الأخبار كم كان عمره 69 سنة عفوا أنا أخطأت في الرقم ليس 69 وإنما 96 سنة في أقل الروايات كان عمر شبث بن ربعي 96 فلنقل مبالغة كان عمره في الثماني يعدونه في فقهاء العراق هو كان يقول قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده يعني الإمام الحسن قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده قال أبي سفيان ثم عدونا على ولده يشير إلى الإمام الحسين وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية زانية ابن سمية يشير إلى عبيد الله ابن زياد باعتبار أن زياد أمه سمية وسمية زانية معروفة وكذاك هي مرجانة ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال هو يقول هذه كلمته في كتب القوم ضلال يا لك من ضلال والله لا يوفق أهل هذا المصر إلى خير أبدا ولا يسددهم إلى رشد ما هي القضية هي ربما تكون مخففة سيأتي الكلام سيأتي سيأتي الكلام تباعا نفس هذه الثقافة السابقة خففت بشكل آخر ما هي هي أليس الروايات التي قرأتها عليكم تشير إلى نفس هذه الحقيقة القضية في غاية الخطورة هذا كلام أهل البيت حتى لو قال قائل هذه الروايات بحسب قذارات علم الرجال ضعيفة كون هذه الروايات ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام بحسب قذارات العلوم الحوزوية كون هذه الروايات ضعيفة لا يعني أنها لا يحتمل صحتها بدرجة خمسين في المئة هناك احتمال خمسون بالمئة ليست صحيحة وهناك احتمال خمسون بالمئة أنها صحيحة إذا كان هذا الاحتمال موجودا هل الإنسان يخاطر فيكون عدوا لصاحب الزمان ويكون قتيلا بسيف صاحب الزمان بسبب قذارات علم الرجال قذارات علم الأصول التي جاء بها فلان وفلان وفلان من علماء الشيعة ومن هؤلاء وهؤلاء ماذا ينفعونكم ماذا ينفعونكم هؤلاء هؤلاء لن يستطيعوا أن ينفعوا أنفسهم لساننا جميعا لسان الجميع إننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا بعثا ولا نشورا لا نملك شيئا هذه الحقيقة حقيقة الإنسان هذه إذا أردنا أن نبحث عن نفع أو عن ضر فهو باللجوء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدفع الضر عننا وهو الذي يكون سببا لجلب النفع إلينا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة حب الحجة بن الحسن هو هو حسنة لا تضر معها سيئة الكون معه حسنة لا تضر معها سيئة وعدم الكون معه سيئة لا تنفع معها حسنة هذا إذا كانت توجد حسنة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر